في ضغط على القاضي طب سيد المشار يعني هنا رئيس محكمة سافر القيارة يعني ارتكب جريمة كما تقول حضرتك وكم مكانه السجن ورغم عندما عرض الأمر برضو حرجع أقولك لا شأن لي بالمستشارين لا أسأل رأي حضرتك أنا مسؤول عن القضاء قضاة المحاكم الابتدائية فقط أيها فندم أنا فاهم والله ولا تسألني عن أسأل رأي حضرتك وليس سلطتك يا فندم ما أنا قلت لك رأيي ورأيي مكتوبة يعني هنا غالبية القضاء ومئة وخمسين واحد صوتوا أنا قلت لك على الفكرة أنا قلت رأيي ورأيي مكتوب وانت أريته ومنشور من أيامها نعم طيب بل إنه هو رئيس نافر القاهرة عمل شكر مدفوع الأجر دفع تمنه أنا تقدمت بشكوى المستشارين حسامي غنيم ودفعه تمنه المستشارين حمد ميكا فندم هو زر العدل هو المسؤول عن حالة القضاء للتأديم لم يتخذ أي شيء بناء على إيه هو مشارة أحمد ميكي بيحيل بناء على إيه على تحتكار ده أنا اللي بحقق تمام وبوديله هو بيمدع الورقة طيب ماذا فعل هو من أجل يعني في قضاء مثل التمويل الأجنبي يا سيد الفاضل هل إدارة التفتيش المشارة أحمد ميكي يسأل لو إدارة التفتيش حالت له شكوى منتهي إلى رأي معين وهو حجبها عنده لم يحدث هذا معي نعم يعني حضرك بالنسبة ليه التفتيش المستشارين أو القضاء الاستقناف هم الذين لم يحيلوا له أي شيء أنا معرفش أحلوله أو ما أحلولهش إنما أنا بقول لي ساعدتك المشارة أحمد ميكي كل اللي أنا أحلته له كل اللي نزلت أحلته له مضى عليه ولم يناقشني فيه له مصلحة في إنه يتسطر على فلان ولا علان نعم طيب يعني هو دوره التوقيع على وليش الصلاحية بس ما هو فيه جباءات تانية بتحش وسط القاضي نعم يعني بتقسم وسطه زي التنبيه التنبيه بيترتب على التنبيه توجيه تنبيه للقاضي توجيه تنبيه كتابي نعم تخطيه في الترقية نعم أنت عارف تتخطيه في الترقية يعني ترجيه يعني لو فرضنا أننا حرق السنة دي ربعمية وخمسين مستشار من ربعمية وخمسين رئيس محكمة ألف إلى درجة مستشار أتخطيه في الترقية يعني يتأخر الربعمية وخمسين يروح وراهم طب فأما مش الصلاحية بس لا الصلاحية عندما يفقد صلاحيته للجلوس على المنصة التنبيه في أشياء أخرى طيب سيدة المستشار حضرتك بصفة حق مسؤولة عن المحاكم الابتدائية فندم في عام 2010 أجرات الانتخابات البرلمانية وكانت مزورة وشارك فيها قضاء من المحاكم الابتدائية هنا الانتخابات مزورة هم وقعوا على نتائج مزورة إما أنهم يعلمون أنها مزورة فهم مشتركوا فيها أنا كنت موجود هنا في التفتيش في 2010 لا يا فندم اسألني من يوم ما جيت اسأل من كان مسؤول عن التفتيش في 2010 وتقدمت له شكاوى بذلك إنما أنا على فكرة كل الشكاوى المفتوحة اللي أنا جيت لقيتها مفتوحة أنا قفلتها واتخذت فيها الإجراء المناسب كان فيها شكاوى خاصة بالانتخابات يا فندم لا لم أرأ شكاوى لم تعرض عليها شكاوى خاصة بتزوير الانتخابات ناقي سات المستشار هناك حكم من المستشار عادي الفرغلي رئيس المحكمة الإدارية العليا منذ عامين قبل خروج المعاش بشأن التعينات في مجلس الدولة قال فيها نناشد المسؤولين في مجلس الدولة أن يرفعوا الظلم الجاثم على المجلس المتمثل في السماح لطائفة من الراصبين والمتخلفين للانخراط بسلك القضاء يعني هو بتحدث أن المجلس الدولة شوف بس علشان نبقى لأنه بعض الأصوات اللي بتنادي بها دلوقتي يقول فلان جايب جايد جدا تخطوه فلان جايب امتياز تخطوه هو الدكتور محسوب أنا شفت له حديث بيقول أنه يتعين أن يكون التقدير الجامعي هو المعيار في التعيين أنا بقول له دكتور محسوب كيف يكون التقدير الجامعي هو المعيار الوحيد في ظل التفاوت الصارخ في السبعتاشر كلية حقوق الموجودين في مصر بين متشدد ومتساهل يعني في جامعات فيها 500 واحد جيد وفي جامعات فيها 20 واحد جيد وفي جامعات فيها مثلا 100 واحد امتياز و100 جيد جدا هذا الكلام معروف والناس كلها تعرفوا أنه السبعتاشر كلية تفاوت فيها التقديرات وأنه يعني في كلية فيها مثلا 50 واحد امتياز ازاي يعني أنا دخلت الكلية عمري ما سمعت كانوا بيحكونا أنه اتنين اللي جابوا امتيازات من يوم ما انشأت الكلية لغاية ما أنا دخلتها سنة 68 اتنين واحد مش عارف سنة كام واحد سنة كام لأنه دي يعني دراسات نظرية ما فيش حد فيها أنا دخلت السنوية يعني دخلت السنوية العامة سنة 67 وكان اول ادبي كذا سبعين ايوه صحيح يعني ازاي واحد بيجيب النهاية في العربي ازاي واحد بيجيب النهاية في القانون يا اخي ده القانون كله فلسفة معرفش أنا يعني فليسوف هو حتى الفليسوف بيلاقي فليسوف تاني يعرضه فمسألة اننا انا قلت ان العمل القضائي يحتاج لقدرة وكفاءة معينة بخاصة قد تتوافر في المقبول ولا تتوافر في صاحب الامتياز الجيد جدا المعيار اعمل معيار ويبقى فيه شفافية ويبقى المعيار سابت وواضح للناس كلها ولا يمكن العبث به ان انا اعمل اختبار شبيه باختبار السنوية العامة على مستوى الجمهورية يتقدم اليه من شاء من خارج كليات الحقوق دون التقايد بتأدير معين وحط نسبة نجاح معينة اللي تكون 75% او 80% اللي ينجح في هذا الانتحان موحد على مستوى الجمهورية هنا اقدر بقى اقول لك ساعتها انه هذه التعينات يبقى فيها شفافية ووضوح وضوابط واضحة خالص انما مسألة ان انا اعتمد تقريب الجامعة بس لا استنى طب ما انا بقول لي ساعتك اهو روح شوف التقديرات في الكليات المختلفة مش ممكن وجايت جدا في جامعة في كلية من الكليات يساوي مقبول في كلية تانية بالزبط كده واحنا يعني ايه في في الاختبارات اللي بنعملها يكون نيابة لأيه جاي بامتياز ومعندوش نهاء اللي تخرجوا مكلات الحقوق على مدار سنوات يعني راسبوا عام وعمين والتحكم بالقضاء بعد ذلك انا بقول لي ساعتك انه يا سيد الفاضل اللي عمل في القضاء له طبيعة خاصة بتاع الامتياز هذا يصلح يعني الذي راسب يا يا أستاذ صابر يعني هو كل اللي بيجيب امتياز في كلية الاعلام ينفع مجيع لا ينفع صحفي لا طبعا هو طبعا في النهاية الامر يخضع على سلطة تنفس القضاء يا سيد الفاضل مم اعتددت كليات الحقوق يا اخي هم كلهم ينفعوا قضاء ولا محامين طب ما فيه منهم أستاذ مشهود له بالكفاءة كأستاذ في الجامعة انما محامي فاشل ما ينفعش لا محامي ولا قابل طب فاندل انما ينفع أستاذ جامعة مفيش اخوه يعني أستاذ جامعة كف قادر على توصيل المعلومة وقادر على انه البحث والكلام يعني الذين رسبوا في الامتحانات يا فاندل اخذوا كلات الحقوق على اقصر من سنة هل هؤلاء يحق لهم دخولوا القضاء املاك يا سيد الفاضل اي حد في الدنيا يحق له دخول القضاء اذا زي ما بقولك كده عملنا امتحان على زي انت حد بيشكك في السنوات العامة ها حد بيقول ده سبق ده وما ده سبقش ده ما تعمل يا اخي انا بقول لي ساعدتك والكلام ده انا قلته مئة مرة اعمل اختبارات لكل خلق حط امتحان موحد على مستوى الجمهورية فاندل ايضا اللي يتقدم ويجيب 80% فيه او 85% او 90% ينجح لكن يعني ست مشاره هذا الحكم صادر من المحكمة الادارية العولية هي التي قالت فيه انه مجلس دولة لوجه النظر سامح لطائفة من الضعفاء اعتلوا مرشة القضاء ده هذا الحكم من شيوخ القضاء يا سيد الفضل خطأ وليس لو متغسس إذا كان خطسومح لضعيف بالالتعاف بالقضاء خطأ مقبول وقضي كفر احسن من الجاة جدا واحسن من الامتياز لانه زي ما بقولك العمل القضائي يحتاج لمواهب وعلشان كده عايز تحطي معيار واضح لا لا محدش يقدر تكلم فيه ولا أقول ده فيه عبس وفيه مجاملات وفيه محسوبيات والكلام ده كله اعمل لي حطي متحانة على مستوى الجمهورية له من يشاء من خارج وكلية الحوال ما تقوليش بقى ده مقبول وده جيد وده مش عارف فيه لانه مش ممكن الجيد في عين شمس ولا اسكندرية والقاهرة زي او المقبول هنا يساوي مقبول هناك لا بساة مش عارف اسأل حاجة بصراحة شديدة بعض القضاء ابنائهم وبناتهم كلهم في القضاء هل هذه صدفة ده الفاضل انا بقولك هو كل اسلوب التعينات السابق خطط خلاص انما لطريق التعيين صحيحة شفافة مفاهاش لا شبهة مفاهاش شبهة مجاملة حتى اعمل اللي بقولك عليه اعمل اختبار على مستوى الجمهورية زي السنة والعامة انت علمت بان هناك قضاء تدخلوا تعيين ابنائهم في القضاء محدش بيتدخل في تعيين ابنه يعني كان فيه قضاء بيذهبون لمجلس القضاء الاعلى يطلبوا لهم يا سيد يا سيد يا سيد الفاضل كان يجوز التعيين بمقبول فكان كله بيتقدم وكان القضي بيذهب لمجلس القضاء ليوصي على ابنه هو انت متصور المستشار مش هقدم لابنه ويذهب ليوصي عليه اوصي عليه ليه بقى ليتتصل بعضاء مجلس القضاء نفسهم من قابل انا ما شفتش لانا اتصلت بالقضاء ولا شفت حد بيتصل بعضاء مجلس القضاء وانا حضرت وقع لحسان بيل غرياني رايح مستشار طردوا آني قادي رئيس محكمة النقض قادي رئيس مجلس القضاء الاعلى انا حضرت الوقعة دي انه واحد رايح يوصي على ابنه حسان الغرياني طردوا من المجلس كان هناك كتاب لانجازات نادي القضاء خاصة بمجلس الدارة بالأس المشار رحمة الزين كان فيه انه ارسل كان قبل الثورة عفوا ارسل فيه لحقيق العادل وزير الداخلية بيوصيه حاجة بكليات الشرطة لابناء القضاء وكان ده شيء علني يعني لدي ذاك تدخل من سلطة في عمل سلطة وانه فلان لانه ابن قاضي ياخذ فرصة فلان لانه اني عن شغل غيري انا بسأل حكا فندي باعتبار حك يعني من شوخ غلط غلط اي توصيات خطأ غلط سيد المشار اذا عدنا الازمة الحادثة حاليا في الدولة فندي دكتور مرسي رئيس الجمهورية في مؤتمر عام في موضعه بيخلونا سبيل البلطجية هو قلب النص فضل نديهم مجفآة للبلطجية كيف ترى تصريح رئيس الجمهورية بينتقط فيه مسلك بعض الكوضاء في اخلاص هم لم يدينوا منسوب لهم اعمال البلطجية هو انا يعني برضو هقول لك حاجة والناس كلها سمع انت متصور ان القاضي الى هابي الدرجة ان انا يبقى قدامي ادلة تدين شخص واخل سبيله عيسيات اخلاص السبيل منين اجيبها منين زي ما انت عايزنا دين واحد وهو بريء طب اجيب اسباب الايدان منين انا راجل انا اعضي ليه وراء قدامي ليه ادلة مستندات لن ادين لن ادين لن ادين شخص الا اذا كانت الاوراق تحمل ولا اخلي سبيل شخص او ابرئه الا اذا كانت الاوراق المعروضة امامي تحمل انا انا مسألة لازم تبقى واضحة كده انا اعضي ليه ملف اضيه ادلة مستندات لا ادين قاضي الا اذا كان اسباب الايدانة في الوراق ولا ابرئ قاضي الا اذا كانت اسباب انه تم اخلاق سبيل رموز النظام السابق ومنهم مبارك لانهم تجاوز مدت الحبس سيدي مبارك تجاوز مدت الحبس السابق ومحبوش دلوقتي على دم قضاء مدت الحبس الاحتياطي في قضية معينة محبوش على دم قضايا اخرى اننزع لنا من ايه يقولون يعني مثلا مدوح اسماعيل محبوش اقول لفندم ان محكمة الجنايات القاهرة تحبس المتهمين في مخلية الزيتون احتياطي منذ ست سنوات وكل محامي يعني هناك عدد منهم محمد الضماط وغيرهم قالوا لدينا متهمون محبوش وتجاوز مدة العمين والقضاء لا يفهمون بقرات من القضية ايو الحن هناك متهم محبوش في قضية السلاع الاهرام منذ سبع سنوات احتياطية ومحامين بصرقة مرات ومرات في انتاءة مدوح الحبس الاحتياط والقاضي يعني او القضاء في هذه الحالات يقولون المحامين وهذا ما سمعتم منهم ومعهم ارقام القضايا يقولون القضايا يقولون لهم الحبس الاحتياط ومدوح عامل امام النيابة وليس ام احتياط وهذا يعني هم يقدموا نمازج فهنا هنا التساؤل لماذا في قضية انفجأ منذات الواقعة لا يطبق على نفس القاضة انا ما عرفش القاضي بيعمل كده ليه اسأل انه ما عايز تعدلي نصوص قانون اجراءات الجنية اعدلها وانا تحت امرك انا بطبق قانون انا مشتغلش بمزاجي انا اطبق القانون القانون بيقوللي مدة الحبس الاحتياط 18 يا سيدي خليها 18 سنة وانا تحت امرك قال لا انت زعلان تقوللي مدة الحبس ملتزم بيه 18 شهر ملتزم بيه 18 سنة ملتزم بيه 18 قرن ملتزم بيه انا بطبق قانون ما بشرعش المشكلة حتى في اللي بيهاجم الكلام ده هم المشرع نفسه يا سيدي ما تعدل النص وما يسألوني عن المقضاء لماذا يعني في نص واحد تطبيقات مختلفة حكمة النقط ودي مهمة محكمة النقط توحيد تفسير وتطبيق القانون في مصر كله سيدي مشار حالك أحلت القاضي وليك شرابي المتضام بأجل مصر للتفتيش القضاء إلى أي شيء وصل أنا ما أحلتوش على فكرة لشكاوى بناء أنا ما أحلش حد نعم بناء على شكوى مقدمة قدمة ضدي أنه الراجل بشي فيها تحقيق نعم الوقاعة لك منسوبة إليها يا فندي ما أنا بقولك هو الوقاعة اشتغل سياسة مثلا اشتغل سياسة عملي يعني مثلا أعلى النتيجة قبل مش مقر الإخواء ما ده كلام يعني أو ظهر في مظاهرة قدام جامعة القاهرة قالوا فيه نعم التحقات انتقى دفندم يعني أحيل نتيجة التحقات حيبت فيها شوف يعني ما تسألنيش عن التحقات لأن الكلام ده سري سري كله طبقا ولا تسألني على التحقيقات ولا نتيجها نعم اه اتحق معه و مش معه ومع آخرين نعم بس طيب سيد المشار أيضا المشار رحمد الزين برئيس نادر القضاء هو عقد يعني جامعات عمومية حضرها متهمون في قضايا قتل وحضرها أيضا سياسة وحضرها خطأ جامعية عمومية فيه فرق بين الجامعية العمومية والاجتماع العام الجامعية العمومية يتعين أن لا يحضرها إلا قضاء الجامعية العمومية لنادي القضاء الجامعية العمومية للمحكمة يحضرها قضاء المحكمة فقط هل تم اتخاذ أي الجراءات حتى لا يجوز لمستشار تاني فيه محكمة تاني يحضر جامعية عمومية بتاعة محكمة أخرى هل تم اتخاذ أوه طبعا مع أحمد الزيند أوه أوه في التفتيش في التفتيش بتاعنا أوه في التفتيش تفتيش للسنة ياسد ده مستشار الرئيس التقناف مش تابعي مش تابع إذارتي يعني حقك معه أم لم يحقك بس فيه شكاوة قدمت ضده في الواقع ده التحقيق انتهى لإيه طيب السيادة المستشار كيف ترى دعوة المستشار أحمد الزين بتقديم بلاغات للمحكمة الجنائية الدولية وأنه يجب على الرئيس الأمريكي وأمريكا أن ترفع الضغط الواقع تحكى فندم أنت كفندم شيخ من شوك القضاء يعني عضو في نظر القضاء أقاضم فيه أنا ضد الاستقواء بالخارج فيه أنا حل مشاكل هنا في مصر عمري ما حلجأ للخارج عشان يجي حل المشاكل ولا حستقل لا خطأ أنا مش حلجأ لأمريكا عشان تجي تحميني حكومة تحميني إنما أجب أستقواء بالخارج أول جاء الخارج ده كلام أنا ضده طيب سيد المستشار إنما المستشار الزين هو شأنه رئيس يعمل يعمل ايه؟ اللي يشوفه مجلس قدارة النادي إنما أنا ضد الكلام ده كله أنا شخصي رأيي الشخصي أنا ضد الاستقواء بالخارج بكافة صغره في أي حاجة على فكرة مش في القضاء بس موقف وزير العدل مش شرح مد ميكي من هذه الواقعة أخذ إنه هو لا يوفق على هذا الكلام يعني هل اتخذ إجراء أنه هو في سلطاته الدعوة التأذيبية هل حقك معه برأة ساحته أدانه تركه تفرج عليه يعني ما تعمل إنما مش شرح مد ميكي ليه شغل أنا ليه شغل سلطة المشار لدينا سلطات كل سلطة تتهم الأخرى السلطة القضائية بتتهم السلطة التشرعية بالتغول عليها وإن هي بتتسبها وجلسات مجلس الشعب من قبل السلطة التنفيذية أيضا متهمة من قبل القضاء إن هي أيضا بتتتغول عليها كما قال الدكتور مرسي في شأن البلطغية في المقابل تهم أيضا القضاء بأنهم يتربصون بي المؤسسات المتخبة وإن المحاكم شغالة تحل أي مؤسسة متخبة مقاني المقطع في السلطات السلسفين الخلل اشترك السلطات يتعين على كل سلطة أن تحترم الأخرى وأنا الكلام ده مكتوب على فترة من شوق وأنا والتفتر دستور يا فندم أنا ضد الإنذار اللي وجهه نادي الأضاة لمجلس الشوق لأ ده خطأ من الذي أخطأ ويدخلنا في كل هذا السلطة السلطة التشرعية أم السلطة القضائية في الأزمات الحالية في البلد نتيجة في السلطة كلهم أخطأ خطأ السلطة التنفيذية ومسالة في الدكتور أتمثل في أفندم دكتور مرسي يعني ما الخطأ الذي وقع من جانب دكتور مرسي أنه محدش قادر يدرك أنه أنه يتعين الفصل بين سلطات الدولة ليس فصل القائم على احترام كل سلطة السلطة الأخرى ما الذي يفعله مرسي فيه احتداء على السلطة القضائية يعني يعني ممكن أقول ساعدتك أنه ما كان شي صح من رئيس الجمهورية أنه يتهم الأباه بأنهم بيخل بلطاجي أنا مصلحة ده يعني أنا بترعب لما شو بلطاجي في الشارع أو مخل سبيله أنا مستدى أنهم سكوه نعم أو مخل سبيله وعمري ما حقل بلطاجي